السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة مع دخول شهر رمضان المبارك ومع استمرار أزمة إخواننا في غزة فهناك تسابق من الدول العربية لتقديم المساعدات للإخوة في غزة بشتى الطرق لفك الحصار الظالم عنهم ويمكن شفنا عمليات الإنزال الجوي اللي عملتها كل من مصر والإمارات والأردن مع طبعا الضغوط المستمرة على المجتمع الدولي من هذه الدول وغيرها لوضع هذا المجتمع أمام مسؤولياته بخصوص هذه الأحداث النهاردة إن شاء الله هيكون محور حلائتنا عن الإمارات ومصر وحلول أخرى لتقديم المساعدات لغزة لكن فضلا من حضرتكم دعم القناة ولايك وشير للفيديو لأن ده بيساعد في اقتراحه من اليوتيوب ولو حضرتك لسه مش مشترك معنا في القناة أتمنى تشرفنا بالاشتراك وتفعيل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد ويلا نبدأ الحلقة بسم الله بيعجبني جدا في العيال مساطيل الإخوانجية دول وده لديلهم اللي موجودين على شبكات التواصل الاجتماعي إن عندهم هوس اسمه مصر والسعودية والإمارات يعني لازم اسم مصر والسعودية والإمارات وخصوصا مصر والإمارات يجي في أي حاجة علشان يتكلموا عنهم بأي سوق بيستغلوا أي موقف من أي دولة بتعمله وما يكونش اسم مصر والإمارات موجود فيه على اعتبار إن ده قطيعة أو إنهم اكتشفوا إن مصر والإمارات بيخدعوهم أو أي حاجة من هذا القبيل دلديل الإخوانجية على شبكات التواصل الاجتماعي اليومين اللي فاتوا شغلين على حاجة جديدة يعني في غاية الكوميديا حاجة الحقيقة اهتموت من الضحك بالفعل لو حضرتك قعدت كده فكرت في الهابل اللي هما بيقولوه ده طيب تعالوا كده نشوف إيه الهابل بتاعهم ده بداية الإمارات بدأت في تحركات معينة لتوصيل المواد الإغاثية لأهالي غزة المنكوبين في الحرب الدائرة بقالها خمس شهور دلوقتي هناك وحالة الحصار الشديدة اللي مضروبة عليهم من كل اتجاه حتى إن معبر رفح اللي هو المعبر الوحيد أصبح يعني في حالة صعبة بسبب الضغوط عليه إضافة طبعا للصعوبات اللي بيواجهها سائقوا الشاحنات أثناء رحلتهم للأماكن البعيدة داخل القطاع سواء بسبب انقطاع الطرق أو بسبب التضييقات اللي بتمارسها عليهم قوات الاحتلال داخل القطاع حاليا أو بسبب الخوف من القصف وزي ما مصر بتحاول تشوف طرق أخرى بديلة لتوصيل المساعدات لأهالي غزة غير موضوع معبر رفح بالضبط زي ما حصل الفترة اللي فاتت من مصر لجأت لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات وبالفعل نجحت هذه الطريقة اللي مصر اقتنصتها من الاحتلال وقالت إحنا هننفذ العملية دي غصب عن الاحتلال فاللي أنا عايز أقوله يا أخوانا إن كل دولة بتحاول تشوف إيه هي الطريقة المناسبة اللي تقدر من خلالها توصل بيها المساعدات بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده لأهالي غزة ومن هذه الدول طبعا دولة الإمارات اللي من أكتر الدول مساعدات واللي بدأت تشوف هي كمان حل تاني غير معبر رفح الحل ده بيتمثل في اللجوء للأردن اللي شغالة هي كمان إضافة لمصر طبعا وكمان لجأت الإمارات لموضوع الممر البحري بالتنسيق مع دولة أبروس معروف إن دولة أبروس يعني الحدود بتاعتها البحرية قريبة من سواحل غزة وده أمر هيسهل إرسال المساعدات عبر السفن البحرية ولو تم تنفيذ هذا الممر تتفق بقى أو تختلف معاه فهيكون طريق جديد غير الطريق اللي موجود حاليا وده أكتر أمنا من الإنزال الجوي وده حاجة كويسة جدا 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 طبعا هنا بقى لفندية لما سمعوا أقصد طبعا الإخوانجية لما سمعوا الخبر ده عملوا إيه شغالين من وقتها تشويه في مصر وإن الإمارات اكتشفت إن المساعدات اللي بتبعتها لغزة عن طريق معبر رفح بيتم سرقتها داخل مصر وما بتروحش الأهالي غزة وده بصراحة يا أخوانا نكتة الموسم وكمان دليل على غباء العالم دول يعني الإمارات من كم يوم بس لسه عاملة صفقة كبيرة جدا مع مصر بموجة بالصفقة دي تم التوقيع على اتفاقية اقتصادية ضخمة جدا تعتبر هي الأضخم في العالم حاليا وهي إنشاء منطقة رأس الحكمة وده مشروع جبار باستثمارات إماراتية 150 مليار دولار مصر تسلمت من الإمارات بالفعل خلال اليومين اللي فاتوا من المبلغ ده حوالي 35 مليار دولار فيعني لما تيجي تتكلم بقى يا غبي عن السرقة فلو بتفهم اتكلم عن 35 مليار مش تيجي تتكلم عن المساعدات اللي كل مصر كبرها وصغرها بيسهموا بالغالي والنفيس من أجل توصيل المساعدات حتى من الفقرة نفسهم وطبعا لو تفتكروا الراجل تاجر البرتقان المسكين اللي لا يملك غير أفاصيل البرتقان اللي على قد حاله ده وجميع وكالات الأنباء العالمية تدولة صور وفيديوهات الراجل ده وهو بيحدف البرتقان بتاعه على العربيات لما عرف ان العربيات ده رايحة لغزة شيلة مساعدات يقوم ييجي بقى واحد أهبل واحد عبيط يقولك ان الامارات ما بقتش تثق في مصر دلوقتي وبالتالي حولت المساعدات بتاعتها لطرق تانية علشان خايفة ان المساعدات تتسرق في مصر وبرضه من كدب الإخوانجية ان المساعدات بدأت توصل من الامارات للأردن وان الممر البحر اللي بتحاول الامارات تشارك فيه مع أبروس هو بديل لإرسال المساعدات لمصر علشان الامارات ما بتثقش في مصر متخيل الهبل يعني يهبل انت وهو الامارات مش هتثق في مصر تقوم تديها 150 مليار دولار وتحول مساعداتها لغزة بعيد عنها يعني كلام الحقيقة يموت من الضحك ينطع منك ليه لو عايز تتكلم بقى اتكلم كلام موزون أو وقف عوج وتكلم عدل علشان الناس تصدقك أو حتى تقتنع بكلامك إنما كلام هبل في هبل في عبط بهذه الصورة وفي الظروف الحالية كمان ده انت كده مش شايف خالص اللي بيحصل في المنطقة مش شايف خالص حالة الود اللي بين الدول العربية حاليا خاصة اللي بين مصر والامارات ومعاهم المملكة العربية السعودية علشان تيجي بقى تطلع تقول الهبل ده خلونا ندخل دلوقتي في تفاصيل اتفاق الممر البحري امبارح كان فيه اتصال تليفوني بين الشيخ محمد بن زيد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة مع الرئيس القبرصي تناول الاتصال المبادرة اللي اعلنت عنها كل من الامارات وقبرص والمفاوضية الاوروبية والمانيا واليونان وايطاليا وهولندا والمملكة المتحدة بشأن تفعيل ممر بحري لإصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يعني الامر خارج نطاق الهبل اللي كانوا بيقولوا عنه ده الفكرة انك ممكن تتفق او تختلف مع فكرة الممر البحري ده لكن في النهاية لازم يكون فيه وجود عربي وده شيء مهم جدا علشان لو فيه نية سيئة من الولايات المتحدة الامريكية من وراء انشاء الممر ده اضافة طبعا الى ان زي ما قلنا ان كل دولة بتفكر بالطريقة المناسبة لها من اجل توصيل المساعدات لأهل غزة والمهم عندنا ان المساعدات توصل وهو كله في النهاية بيصب في صالح المساكين اللي موجودين في غزة دلوقتي اخوانا في الظروف الصعبة دي انما ليه بقى تتكلم عن الحاجات دي لازم يعني شوية العيال الاخوانجية واعلامهم يدخلوا كده اسم مصر في الموضوع ما هم دلوقتي هدفهم هو مصر واسقاط مصر ورئيس مصر وقاعدين بقى يشتموا في مصر رغم ان مصر ملهاش علاقة اصلا بالممر ده ولا بان المعبر اتقفل ولا بتدفق المساعدات الانسانية من الدول العالم كمان مصر ملهاش علاقة بتوقف الدور العربية عن الوصول لمعبر رفح اللي مصر اصلا انشأت منطقة كبيرة لاستقبال الشاحنات بجوار المعبر غير طبعا ان بشهادة كل المراقبين الدوليين ان حوالي 80% من المساعدات اللي بتمر عبر معبر رفح دي مساعدات مصرية في الاساس و20% بس جاية من الخارج يبقى منين بقى مصر هتسرق المساعدات يا جعانين يا شحتين يا اوانطاجية يا زلنطحية وبعدين اغلب ان لم يكن كل المساعدات دي كلها مساعدات اهلية من المصريين يعني من تبرعاتهم لاخوانهم في غزة وبدون اي مزايدات عليهم بالعكس هما بيعملوا الحاجات دي من منطلق الاخوة والمحبة اللي بينهم وبين اهل فلسطين ومن قبيل المسئولية الانسانية عن القضية الفلسطينية اللي مصر بشهادة العالم كله اكبر مساند لهذه القضية فياريت نبطل هرتلة على اي حال خطوة الامارات دي خطوة ممتازة جدا لدعم الاشقاء في غزة وليخسأ الاخوانجية والاعلام الاخوانجي ومرتزقة هذا الاعلام الاخوانجي ربنا يحفظ بلدنا كلها من كل شر ويوفق حكمنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة